أعزائي المستمعين بعد أن وقفنا على أهداف الاستشراق يجب علينا أن نقف على وسائل الاستشراق لتحقيق أهدافهم وسائل المستشرقين لتحقيق أطماعهم وأهدافهم في عالمنا الإسلامي كثيرة لا تحصى لكن يأتي في مقدمتها تلك الوسيلة التي نحن بصدد دراستها في هذا المقرر تأليف الكتب الغزيرة عن الإسلام وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب المؤلفة هدفها تشويه الإسلام في نظر أوروبا أيضا تحصين فكر الأوروبيين كذلك اجتذاب ثلة من أبناء العالم الإسلامي هذه الثلة مفتونة بفكر الغرب الصليبي الحاقد لماذا؟ لينقلون فكر الغرب إلى بلادهم وبذلك تكون أوروبا قد قامت بتخريب عالمنا الإسلامي بأيدي أبنائنا أيضا من أهم تلك الوسائل اهتمامهم بالتراث وهذه وقفتنا وهذا موضوعنا اهتمامهم بالتراث من حيث نقله إلى الغرب بطرق متعددة هذا النقل لماذا؟ كي يستفيدون منه وأيضا يبعدون عنه أهله أي يبعدون المسلمين عن دراسته والاستفادة منه وأيضا ليحققوه تحقيقا علميا برؤاهمهم وبنظامهمهم وبأهدافهمهم وكذلك إخراجه إلى عالم النور وذلك مع ظهور الطباعة في القرن العاشر الهجري الخامس عشر الميلادي ومن هنا قامت جهود أبناء العالم الإسلامي لفضح هذه المخططات وذلك بتأليف المراجع والكتب التي تكشف زيوف الغرب منها كتاب الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمشرقين للدكتور أحمد ميكي وكذلك كتاب تاريخ حركة الاستشراق وأيضا المسشرقون والحديث النبوي وانظر عزيزي الطالب وأخي المشاهد الكريم إلى هذه الكتب لتراها قد اتجهت إلى النقاط والجوانب التي تناولها المسشرقون لدراسة الإسلام بهدف داحله وإبعاد أبنائه عن المسشرقون والقرآن كذلك إنتاج المسشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث وكذلك الرسول العظيم بأقلام أعلام المسشرقين والمفكرين والهدف من هذا الكتاب هو الرد على ما زعمه الغرب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا دراسات المسشرقين واتهاماتهم التي جاءت في السيرة النبوية جاء كتاب الاستشراق في السيرة النبوية ليكشف عن مخططهم وهكذا أيضا الحضارة الإسلامية كشف هذا الكتاب الاستشراق وسحر حضارة الشرق كشف هذا الاستشراق عن جهودهم لتدمير الحضارة الإسلامية وتغريب العالم الإسلامي أيضا كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية إشارة إلى ما فعله كبار المستشرقين بغرس أفكار اليونان في فهم حضارة الإسلام والمسلمين وهكذا تلك الكتب ماثلة أمام حضراتكم للوقوف على جهود الكتاب العرب والمسلمين لبحر هذه الأفكار وكشف زيوف المستشرقين في تراثنا الإسلامي وبذلك نكون قد وقفنا على أهدافهم ووسائلهم فماذا عن أشهر من قاموا بفعلتهم من المحققين المستشرقين الغرب هذا ما ستكشف عنه الشرائح التالية